أكد وزير البترول طارق الملة أن تطوير معمل مرسى علام وكذا تطوير المعامل ومركز التعدين التابعة للهيئة يأتي ضمن برنامج يشتمل على تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية تعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول لمعمل مرسى علام الذي يعد أحد المعامل الحقلية تابعة للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية وتفقد الوزير وحدات المعمل التي تضم وحدتي التحليل الدري والناري فضلا عن غرفة الموازين وتجهيز العينات والمكتب العلمية ووجه بالإسراع بربط المعمل بالمعامل المركزية بالدقي ترجمة نانسي قنقر